السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجالة سنة اولى اهلا بكم ورجعتكم تاني مع الدرس التالت من الواحدة التانية ما انا اجهاله بلاس الخاص بالتجربية اولا بحب اعتذر عن التأخير بس والله كنت تعبين جدا فشكرا للناس اللي سألت علي واسف على الازعاج فعزروني نبدأ الدرس التالت ونبدأ بالكلمات كالعادة او الحاجة مهارات skills skills العلوم science 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 الطب medicine طبعا معناها دوة ومعناها الطب برضو يعني كلية الطب اسمها faculty of medicine faculty of medicine اه يحترم respect 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 يوافق agree agree اه يعترض او يرفض disagree disagree مريض patient patient قلنا قبل كده ti en و ti o n و ti an بتتضمن او يشمل involve involve are opinions 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 طيب هنا بقول لك سيدي he studied a for many years to be a doctor درس ايه لسنين طويلة عشان يبقى دكتور and help sick people طبعا درس الميدسين الطب او دوة we should a the opinions of other people طبعا لازم نحترم اراء الاخرين باي respect teaching young children requires patients patient يعني صبور patient patient patience الصبر نفسه فتعليم الاطفال require يعني يتطلب patience الصبر and communication طبعا ايه skills مهارات التواصل computers and tablets are types of a that helps us in our work اه تكنولوجيا طبعا انواع من التكنولوجيا اللي بتساعدنا في شغلها طيب عيادة الاسنان dentist طبعا دكتور اسنان dentists عيادة الاسنان او عيادة طبيب الاسنان في بعض الحاجات بنحط لها عباستروف اس عشان نجيب المكان يعني مثلا butcher الجزار butchers محل الجزار barber اللي هو الحلاق barbers محل الحلاقة dentist يعني طبيب الاسنان dentist محل عيادة الاسنان ايه color يعني متصل جاي من call يتصل message يعني رسالة او يرسل رسالة مادة دراسية subject subject بطريقة مهزبة politely جاي من polite يعني مهزب دي الادفرب منها politely طبعا الحال زي ما قلنا الاول الادفرب بنستخدمه عشان نوصف فعل الصفة بتوصف اسمي يعني اقولك you are polite انت مؤدب او ما لا you talk politely انت بتتكلم بطريقة مهزبة فانا بوصف فعل انت بتعمله استخدم حال مش صفة يشارك share share يعني شارك share share ينجح او يكتاز يعدي امتحان او حاجة pass pass ومعناها برضو يعبر pass the road مثلا يعني يعبر الطريق pass the test يعني ينجح في الامتحان عالم scientist جاي من science للعلوم او العلم scientist العالم نفسه phone calls صلاة هاتفية call يتصل بالتليفون ideas يعني افكار ideas ideas ومع ذلك however 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 طبعا زي باط بالزبط طيب do طبعا ماضي did تصرف تارت done leave يتقر او يغادر left left يخبر till told told طب يعني skill is something that you learn to do and then do well حاجة بتتعلم تعملها وبعد كده تنجح فيها او بتعملها بطريقة كويسة جدا دي كده انت عندك skill في الحاجة دي طيب patient صبور او مريض بس انا مقصود بها مريض بقى هو الشخص اللي بيتم الاعتناء به بواسطة الدكتور او الممرضة scientist العالم قال لك person who works in science and knows a lot about حد شغال في مجال العلمي يعني عموما وبيعرف كتير عن المجال ده طيب do will طبعا معناها يؤدي بشكل جيد يعني يشتغل كويس يعني اقول لك مثلا how are you in your او how is your new work اه شغلك الجديد عامل مثلا فتقول لي ايه i'm doing well يعني ايه الدنيا ماشى معي كويس الحمد لله pass exams يجتازي الامتحانات او ينجح في الامتحانات يعني have skills عنده مهارات في حاجة معينة يتطلب او يشمل involve يشمل involve معناها include عكسها ignore يتجاهل مختلف different معناها unlike يعني مش شبه خلي بالك الفقر بين unlike و dislike unlike يعني مش شبه dislike يعني يكره يعني اقول لك ايه i am unlike you يعني انا مش شبه عكسها similar يعني متشابه agree يقبل او يوافق معناها accept accept عكسها disagree او refuse disagree يعني يرفض او refuse يعني يرفض برد بطريقة مهزبة politely politely معناها kindly او gently gently kind يعني مؤدب kindly يعني بادب او بطريقة مهزبة gentle يعني مهزب برضو gently يعني بطريقة مهزبة ده الadverb وده الadverb عكسها rudely يعني بوقاحة او impolitely يعني بوقاحة برضو طيب الفيكس والصفيكس قالك طبعا ing بتحول الفعل الاسم يعني مثلا listen يستمع listening الاستماع نفسه فانا حولت listen يستمع الفعل حولته ايه الاسم design يصمم حطينا لها er بتجيب الفاعل بقى يعني مش بتجيب الاسم بتجيب الفاعل من الفعل او من الاسم agree يرفض اه يوافق طبعا disagree معناها يرفض this طبعا بتدي العكس اه differ يعني يختلف different يعني مختلف فانا حولت الفعل differ لصفة different يبقى ايه الان تي جابتلي ليه جابتلي الصفة من الفعل طيب يختلف عن اسمها differ from differ from او different from بقى مختلف عنه طيب but let's the cinema of the word involve معنى involve طبعا معناها include يشمل او تضمن هلا هلا talks to people politely تكلم مع الناس بطريقة معزبة the antonym of the word politely عكس كلمة politely طبعا عكسها rudely او impolitely I like to get the opposite of the verb agree عشان تجيب عكس agree خلي بالك من السؤال من سيبقى السؤال كويس عكس agree طبعا we add this يبقى ايه disagree طيب ايه الفعل بين creator و creative creator يعني مبدع او صاحب الفكرة او منشئ الحاجة دي يعني الحاجة المؤسس او المنشئ او شخص اللي عمل حاجة وما لا creative دي صفة يعني حاجة اداعية يعني مثلا اه creator او او اذا creator creates creative project مثلا يعني المؤسس او المنشئ او المبتكر creator creates يعني بينشئ او يبتكر creative things حاجات مبتقرة او حاجات اداعية فcreative دي صفة لازم يجي بعدها اسم creative حاجة creative people مثلا يعني الناس المبدعين اه chef مش مش chef لان الكلمة دي اصلا فرنسي مش english يعني الكلمة دي مش مش انجليزي اصلا عشان احد يقول لي يا شماعنا ما تنطقش chef chef احنا قلنا CH بنطق chef تمام بس الكلمة دي اصلا كلمة فرنسية فاجات في اللغة الفرنسية تحطط في الانجليزي بنطقها زماعية فايه chef chef مش chef ودي chief دي بقى بنطق chief عادي chief معناها اساسي او رئيسي ومالا chef معناها طبخ تمام فاقول لك مثلا chef is is مثلا is a cook in a restaurant or hotel يعني الشيف ده ربما بيبخ في فندق او في مطعم ومالا chief معناها رئيسي Alex Mokin is the chief cause of cancer التدخين هو سبب رئيسي او سبب اساسي للكانسر medicine و medicine medicine اللي هي كلمة الطب كلمة لا تعد يعني اذا faculty of medicine بس ما مينفعش اقول faculty of medicines يعني او faculties of medicines كليات الطب لا faculties of medicine برضو ما بتتجمعش او مالا medicine لو مقصود بها دعوة فبتتجمعها دي يعني وسلا I had a lot of medicines last week كنت تعمل الاسبوع اللي فات وخدت ادوية كتير فاي I had a lot of medicines medicines فلو جات معناها دوة بتجمعها دي لو جات معناها طب ما بتجمعها طيب مهارات الاستماع listening skills listening skills يعرض للمنزل be home be home او be back home يعني يرجع البيت share new ideas يعني يشارك افكار جديدة call back يعني ايه انا كلمتك مثلا انت مردتش فترجع تريني على تاني اسم ايه call back as a result يعني نتيجة لذلك study medicine يدرس الطب leave a message for يعني يسيب رسالة لحد حرف الجر يخلي بالك منها عشان بيتيجي دايما في اسئلة الاختياري skills for يعني مهارات لي يعني اقول لك I have مثلا some skills for playing football مثلا للعب الكورة بس for بيجي بعدها دايما اسم o ing عطول اي for تسعة وتسين في المئة من for اللي هتقابلك بيجي بعدها يا اسم يا فعل محطوط ing طيب add the moment يعني دلوقتي حالا مثلا I'm talking to you add the moment دلوقتي حالا بكلمكم talking on the phone يعني التحدث او الكلام في التلفون طبعا التلفون التلفزيون الراديو النت التابلت الايباد الحاجات دي كلها بتاخد on decide on يعني اتخذ قرار او يختار يعني بتسوي choose يعني ان خلاص احنا اختارنا كزا تمام يعني مثلا لو اقول لك ايه I decided to buy a new shirt مثلا قررت اشتري امس جديد I decided to وقرر ان اسمها decide to I decided to buy a new shirt قررت اشتري شرت جديد او تي شرت جديد I went to the store رحت المحل I saw a lot of shirts شفت قمصان كتير and finally I decided on this shirt واخيرا اخترت او اه اخترت ده او قررت ان انا يعني رأي او ثبت او اه يعني ايه اه اخترت ده من وسط البقين فدسايد اون معنى انك تختار حاجة من وسط البقين او اللي هو خلاص يعني هو ده اللي عايشه دسايد تو معناها يقرأ ان فقلت لك انا قررت اشترا اميس اي دسايد تو باي شرط تمام شفت مصان كتير خلاص اخترت ده Work as a part of يعني يعمل كجزء من كحاجة يعني مثلا I work as a part of مثلا اه school مثلا مثلا كجزء من مدرسة او stuff of school يعني اه فريق عمل مدرسة طيب نيجي على قطعة reading policy today more and more students are studying medicine دلوقتي بقى طلبة كتير جدا بيدرسوا او اعداد الطلاب اللي بتدرس الطب في تزايد science and technology اللي بدرسوا الطب والعلوم والتكنولوجيا if you want to use these subjects in a job لو احتاجت استخدم المواد الدراسية دي في شغل you will need to pass your math and science exams at school فلازم اول حاجة تنجح في امتحانات math and science في المدرسة يعني لو عايز تطلع اه في الكلية مثلا تدرس طب هندسة سيطالة علوم اي حاجة من دي لازم تكون شاطر في المدرسة من دلوقتي تكون شاطر في حاجتين math and science وطبعا الانجلش لان حياتك كلها اي ان كان كلها هتدخلها هتحتاج فيها انجلش قالك you will also need to have good computer skills كمان لازم يكون عندك معارات عالية في استخدام الحاسب however ومع ذلك to do the jobs well عشان تتأدي الوظائف دي بطريقة كويسة there are other skills that you will need في معارات تانية هتحتاجها the doctors need to know a lot about medicine الدكاترة لازم يعرفين كتير عن الطب او العلاج but they should also be good at talking to people بس لازم الدكتور كمان يكون جيد او عنده مهارة التحدث مع الناس the doctors sometimes have to tell patients difficult things ساعات الدكتور بيتطر ان هو يحكي للمرضى او يقول للمرضى اخبار مش كويسة patients sometimes need to talk about their problems too وساعات المرضى هم كمان ساعات بيحتاجوا ان هم يحكوا مشاكلهم للدكتور so doctors need good listening skills فالدكتور كمان لازم يكون عنده مهارة مهارة الاستماع ان يبقى عنده خلقه وبال ان هو يقعد يسمع شكوة المرضى على الدزاينرز and scientists المصومين والمهندسين والعلماء اسف also need to be good at working with people لازم هم كمان يكونوا شطار في التعامل مع الناس يعرفوا يتعامل مع الناس يعان but in a different way بس بطريقة مختلفة شوي these jobs often involve الوظائف دي غالبا بتشمل على working in teams العمل في فرق أو في فريق so it's important that they are friendly فلازم الناس دي تكون friendly يعني تكون ودودة شوي they also need to be able to agree and disagree politely when sharing new ideas كمان لازم يكونوا قادرين على الموافقة أو الرفض بطريقة مهذبة لما يكونوا بيشاركوا افكارهم يعني مثلا انت قلت رأي والرأي بتاعك والرأي بتاعي معجبكش أو رأي بتاعك معجبنيش لا اسكوة انت مش عارف حاجة لا لازم يكون فيه طريقة مهذبة للنقاش ان احنا بنتناقش وفي الاخرى هنختار احسن حاليا and to respect other people's opinions وكمان ان احنا نحترم الرأي الاخرين today knowing a lot about a subject or a job isn't enough انك تتعلم حاجات كتير عن مادة أو وظيفة مش كفاية everyone needs skills كلنا محترين بعض المهارات that help them work with other people اللي تتساعدنا ان احنا نتعامل معهم طيب القطعة التانية بيقولك يا سيدي how school can help you to decide about your future ازاي المدرسة هتساعدك انك تختار او تقرر هتعمل ايه في مستعبلك فبقولك my name is Owen ان اسمي Owen انا في grade 8 هنا في امريكا grade 8 دا هو زي ثلتة عددة عندنا امريكا 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 بريطانيا امريكا however my brother is sixteen years old and he is in grade 11 اخوي يا لوكاس عنده بقى ستتاشر سنة وفي grade 11 grade 11 دا اللي هو امريكا grade 8 اللي هو ثانية عددية grade 11 اللي هو ثانية سنوية زي عندنا بالظبط كده لما يكون عندك ستتاشر سنة في مملكة المتحدة your school will help you decide what job you want to do in the future مدرستك ضرع بقى انها تساعدك انك تختار وظيفتك المستعبلية او تقرر عايز تتلايف المستعبلية at the start of grade 11 في بداية الفصل ال 11 او المرحلة 11 اللي هو ثانية سنوية عندنا زي ما قالت لك لوكاس خد اختبار مميز كده لوكاس خد اختبار مميز كده شون يساعده ان هو يختار وظيفته المستعبلية زي ما قالت لك اللي متحدة سأله what subjects he enjoys ايه المواد اللي يستمتع بيها and his teachers told him all about the jobs that he can do with these subjects والمدرسين قالوله على الوظيف اللي يقدر يعملها بالمواد اللي هو يدرسها لي he has also learned some great skills with the duke of edinburgh's award scheme at his school كمان بيقول لك اتعلم معرض رائع جدا مع دوك ايدنبرغ دوك ده حاجة زي ايه زي المحافظ عندنا كده و ايدنبرغ دي مقاطعة موجودة في انجلترا كان اسمه award scheme تعريبا at his school دوك ايدنبرغ ده كان اسمه award scheme تعريبا this is a special program لا ده البرنامج award scheme ده زي برنامج تدريبي كده عملوه في المجرسة this is a special program in the UK ده برنامج مميز جدا في بريطانيا where young people play sports في الشباب بيلعب وقياضة learn new skills بتعلم مهارة جديدة and help people in the community ويساعد الناس في المجتمع بتاعهم where they live it also taught him how to work as a part of a team كمان ساعدته ويتعلم او علمته ازاي يشتغل كاعد وفاعل في الفريق locus now knows that he wants to be an engineer locus دلوتي خلاص قرر ان هو عايز يطلع مهندس when he finishes school لما يخلص مدرسة if he does well in his exams at school ويحل كويس في متحاناته في المدرسة he will go to university when he's 18 to study engineering فهيروح اجامع لما يكون عنده 18 سنة ويدرس الطب طيب قطعة listening Oliver بيكلم Elliot's mom Oliver بيكلم مامة Elliot فبالله can I speak to Elliot please ممكن اكلم Elliot لو سمع قلت له who's calling من اللي بتصل اللها Oliver فالله it's Oliver أنا Oliver فقلت له oh hello Oliver I'm sorry he isn't here at the moment he's at his cousin's house لا والله مش موجود يا أوليفر ده هو عند بيت أولاد عمه لا oh I see I see هنا مش معناها شايف I see معناها I understand فهمي أو فهمت would you like to leave a message for him طب تحب تسيب له رسالة لما يقولها له يعني اللها yes please when will he be home طب هو هيوصل لبيت امتى قلت له he will be home in about half an hour تعريبا هييجي كما نص ساعة اللها can you ask him to call me back please ممكن تخليه يتصل بيه تاني وسمع يقول له yes of course اكيد كده هقول له فلا could you tell him that's that it's about our project ممكن تقول له ان انا بكلمه عشان مشروع بتاعنا I'd like to work on it tomorrow after school and not on thursday انا عايز اشتغل بكرة او نبدأ شغل في المشروع بتاعنا ده بكرة بعد المدرسة مش يوم الخميس قلت له ok Oliver تمام يا Oliver thank you I'll tell him شكرا ليك انا هقول له الا thank you good bye شكرا ليك مع السلامة يقول له ايه good bye مع السلام اللي بعد كده جين بتكلم لورين's sister تقول له hello can i speak to lorine please ممكن اكلم لورين لو سمحت فاخته ايطلع I'm sorry she's not here at the moment لا والله مش موجودة حاليا who's calling please مين اللي بتصل او انت مين يعني ايطلع it's jain انا اسمي jain ايطلع oh hello jain how are you ازايك يا جين عامله ايطلع انا كويسة thank you شكرا how are you انت عامل ايه اطلع if she needs it لو هي محتاجها I'll be at home this afternoon ابقى موجودة في البيت النهاردة بعد الظهر can you ask her to call me back please ممكن تخليها تكلمني تاني اطلعي زارة hello can i speak to lola please ممكن اكلم لولا i'm sorry she isn't here at the moment ايطلعي she's at the sports center who's calling who's calling please من اللي بتصل او انت مين يعني اطلعي اطلعي what time will lola be home هترجع امتا نفس المحادث اللي فاتي تقريبا she will be back at about 3 o'clock هترجع حوالي about يعني حوالي ساعة ثلاثة اطلعي would you like to leave a message for her تحب تسبيلها رسالة اطلعي of course zara it's about the game tomorrow انت اصلا يعني انت متصلة بيها عشان توليلها على اللعبة الطابق اطلعي yes it is the game is going to start at 10 o'clock اللعبة يبدأ بكرة الساعة 10 and not 9.30 مش تسعة ومص اطلعي i'll give her the message and ask her to call you back الله ساوصل لها رسالة وخليها ترن عليكي good bye zara اطلعي مستر سمس مع السلامة يا زارة اطلعي مع السلامة طيب وهنا سيدي بقول لك ايه using linking words ازاي نستخدم الروابط قال لك اول حاجة linking words help to join pieces of information in ethics الروابط دي بنستخدمها عشان نربط بيها المعلومات ببعضها او نوصل بيها الجمل ببعضها قال لك to to معناها also يعني ايضا however معناها but ازاي ما قلنا so معناها as a result يعني مثلا جيب لك مثال او بقول لك يا سيدي if you want to work in medicine او انت عايز تشتغل في الطب science and technology في ال science او technology you need to pass your exams a you also need other skills انت لازم تنجح فهم تعالتك بس انت كبان محتاج ومع ذلك انت محتاج بعض المحورات الاخرى عشان تشتغل doctors need to know about medicine a they should be good at talking to patients لازم يكونوا معرفين على الطب وكمان او ايضا لازم يتعاملوا ازاي يتعاملوا مع المرضى ايضا we have to work with others a we all need to be friendly and honest لازم نشتغل مع الناس ف لازم نتعلم ازاي نكون a friendly and honest ثار جاي بعدها السببه i like to get a better job you need to have good computer طبعا computer skills لازم يبقى عندك تشتغل شغلون احسن لازم يكون عندك مهارات في الكمبيوتر we should a politely with other people نعم ايه بطريقة مهزبة مع بقية الناس طبعا ايه disagree politely ان احنا نختلف بس بطريقة مهزبة زي ما قلتلك كده لما انت مثلا قلت حاجة مش عجباني ما نمسك شو ببعدي my new job a calling clients and meeting them my new job وظيفة الجديدة طبعا ايه involves تشمل علا او تتضمن ان انا اتعامل مع الناس واا اا اقابلهم my asking her mom about her a about her new dress ما ايه سألت ممتها عن ايه بخصوص فستانها طبعا عن رأيها بخصوص فستانها if you want to work in medicine لغايس يشتغل في الطب science and technology you need to a your exams طبعا لازم تعملي pass your exams تنجح في الامتحانات doctors need to know a lot about الدكات غا لازم يكون عارفين حاجات كتير عن ايه طبعا عن medicine الطب you sometimes have to tell patients difficult things من اللي سعب يتطور يقوله للمرضى حاجات صعبة طبعا doctors الدكاترة science is one of the most amazing school a science واحد من اهم ايه المدرسية طبعا الساينس school subjects يعني مواد دراسية he sent me an online A to invite me to his birthday party بعاكي طبعا online message رسالة ايه المدرسية ايه المدرسية ايه المدرسية ايه المدرسية ايه المدرسية good students always A is their teachers الطلاب الكويسين بيعملوا ايه؟ طبعا respect their teachers بيحترموا مدرسانا A is something that you learn to do and then do well حاجة بتتعلم تعملها وبعد كتنجح فيها اوى طبعا دي اسمعي skill طبعا A is a person who is being logged after by a doctor or a nurse شخص يبي يتم الاعتناء به بواسطة الدكتور المريضة طبعا المريض طبعا المريض أو sick people A is a person who works in science and knows a lot about it حد يشتعل في science وعرف عنها معلومات كتير طبعا ده scientist my dad is talking A the phone at the moment قلنا الكلام في التليفون يبقى talk on the phone at the moment scientists are trying to find the A solutions for the problem of water shortage يبقى ايه creative solutions يعني حلول متقرة او حلول إبداعية او حلول يعني فيها إبداع او فكري we like to eat in this restaurant the A service delicious dishes in it عايزين ناكل في المطعم ده مين اللي بيقدم اكل كويس فيها طبعا مش النحلة ولا الفارمرز مزارع ولا بايلوت طيار الشيف الطبخ طيب بولك talking on the phone انت بتكلم في التليفون بجيب ايه لغطات من المحادثة عشان ما جالك محادثة يعني تفتح تصير فيه اقول لك can i speak to فلان please اوه موجود yes no problem اوكي ايه 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 هالو فلان would you like to leave a message for her or for him تحب تسيب لك شعلا او تسيب لك شعلا اه هتقول له مثلا when will she be home هيرجع امتى او هترجع امتى هتقول له مثلا he will be home اه هتقول له على الساعة مثلا او مثلا ممكن اقول he will be home soon هيجي البيت قريب وخلاص هتقول له مثلا can you ask him or her to call me back ممكن تخليه اتصل بي او تخليها اتصل بي طبعا هتقول له yes of course مفيش مشكلة طيب بقول لك word stress and meaning اللي هو التجديد يعني قال لك is saying one syllable the word louder and longer than the other syllable يعني تتقل جزء من الكلمة يبقى ايه اتقل من الجزء التاني يعني مثلا كلمنا في الموضوع دي قبل كده كتير قلت لك مثلا مثلا كلمة comment comment تعلي comment يعلم كلمة مثلا present هداية present معناها يقدم present هداية present يقدم ايه اللي انا عملته لو شددت المقطع الاولاني تبقى اسم شددت المقطع التاني تبقى فعل هي نفس الكلمة present 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 هداية present معناها يقدم نتقطع comment تعليق نتقطع comment يعلق مثلا مثلا كلمة address معناها عنوان كلمة address معناها يخاطب تمام كلمة ايه كمان يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم كلمة object معناها مفعول object أو شيء object معناها يعترض object object يعني object شيء أو مفعول زي ما قلنا object معناها يعترض تمام وهكذا فقالك stress is a word stress of word makes it the most important focus of the sentence لو شددت بقى كلمة مش مقطع في الكلمة لو شددت كلمة في الجملة كلها فانت معناها ان الكلمة دي هي اهم كلمة في الجملة يعني انت بتققل على الكلمة دي يعني ايه دي الكلمة الاساسية او كلمة الرئيسية في الجملة عليك stress of word can change the meaning of a sentence تجديد الكلمة ممكن يغير معنى الجملة كلها عليك عليك we should use stress correctly for clear communication وحنا متوصل مع بعض الازم من استخدام موضوع stress بشكل كويس يعني for example عليك can i speak to laureen please عليك stress the word I focuses on the speaker personal request and need لو كان I speak to laureen please فبقولك لما شددنا اي او تقلنا اي شوية معناها نضاء طلب شخصي لي انا مثلا تمام وما لم اقولك can i speak to laureen please alex stress on the word laureen means that talking to laureen is important and necessary يعني المهم مش انا المهم هو ان انا كلمها او الموضوع خصائها هي طيب لو عملت تجديد على speak can i speak to laureen alex stress on the word speak puts the focus on the action of speaking يبقى المهم الكلام نفسه طيب can i speak to laureen لو تقلت can alex stress on the word can to show if it's possible to talk to laureen يعني هل الموضوع ممكن ولا مش ممكن فاهم فعلى حسب لو شقدت i tell to i يعني الموضوع مهم لك انت tell to laureen يعني الموضوع مهم laureen لو tell to speak معناها ان الكلام انه في اهمية للكلام نفسه لو tell to a can يبقى المقصود بيها هل الامكانية موجودة اصلا ولا لا فاهم على حسب طيب نيجي على تدريبات الدرس الثالث صفحة تسعة وتمانين وتسعين بقول لك my is calling the hell but she isn't at home مية بتتصل بنهال بس نهال مش في البيت طبعا لسه عاملين كمس محادثات فوق وبنفس الفكرة بيقول له hello can i speak to me hell please ممكن اكلم نهال فاتلاح حاجة طيب ممكن نهال تكون في البيت او مش في البيت هنعرف مين هنعرف ان لما نكمل المحادثة اتلاح ايه would you like to leave a message for her تحب تسيب لها جسالة طب هي لو موجودة في البيت انا سيب لها جسالة ليه بالعقل يبقى هي مش موجودة في البيت هيبقى ايه she isn't in او she isn't here بس she isn't here لا والله هي مش موجودة تحب تسيب لها جسالة اتلاح yes وسألتها سؤال اتلاح of course i'll ask her to call you back او اكيد هخلات كلمك تاني يبقى can you ask her to call me back ممكن تخلات تصل بها تاني اتلاح اكيد هخلات تصل بك تاني يبقى can you ask her to call me back اتلاح اكيد تخلات كلمك لما ترجع ثلاثة سؤال اتلاح i am may and my phone number is كذا 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 يبقى ايه انت مين welcome انا اسمي may welcome يبقى انت مين welcome يبقى who who is calling او who are you and what's your phone number who او who is it والله يتنفع who is it اه ات مع العاقل طالما انا مش عارف الشخص ده مين ممكن اقول ات عادي ما حد يخبط عليك على الباب كده تقول ايه who is it بقول who is he who is it who is it بقول ايه who is it او who are you خلاص who are you and what's your phone number انت مين welcome اتلى انا اسمي ماي welcome تلفوني كذا 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 اتلى ايه واحدة بتقول خلاص 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 تصل بيك او لايه thank you متشكرين يا سيدة الحق thank you goodbye شكرا ايطلا مع السلام بارك المحطة القطع بولك do you know that forms of communication are changing all the time this is a fact for example think about how phones have developed over the last 20 years in the past people used to type messages using special letters on their phones then people started to touch the screen on their phones or to type their messages now phones can recognize people's voices and many people are using their phones to send messages some scientists think that phones are going to know what people think in the future perhaps our phones will recognize our facial expressions before they send the message اولكسander الولود ركوغناز معناها ايه? اصلا معناها اتعرف على. طيب انا مش عارف يعني. يعني مش عارف معناها. احقق الجملة اقول لك ايه? تمام? يعني التليفونات دلوقتي بتفهم او بتقرف او بتقرأ او بتسمع. فهم? اللي هو يعني حاول وطلع معناها الجملة فطبعا معناها معناها ايه اتبع معناها يدرك ايه عرب واحدة اليوم طيب زمين ايه القطع قرارة بتكلم معناها طبعا بتكلم معناها ايه? طبعا بتكلم معناها ايه. فونز. people used to type messages using special a on their phones in the past. الناس زمان كانوا بيستخدموا ايه? عشان يكتبوا ايه. people used to type messages using special on their phones. بس? اللي قابل ايه? اللي قابل ايه? زي ده ايه? مقصود بايه? قالك ايه? التلفونات تتعرف على تعبيرات يعني تعبيرات قبل ما تبعت رسالة. اما مي لا يبعت رسالة? يبقى ايه? فونز. ده السؤال الرابع. طيب. ولك العلماء بيعتقدوا ايه عن التلفونات في المستقبل? ان يجع هنا كده? اهي. ده السؤال الخمسة. زي قلت لك اجابة القطع في القطع. بس للفكرة انك تفى من السؤال وتفى من القطع. طيب. لخص للبارعافي التاني في جملة واحدة. طبعا متعودين على السؤال ده من اول ربعة بطلقية. طيب. هقول لك بقى تلخيص ايه? انا ممكن ايه? ماشي يعني اخد الجزء ده كده. and perhaps our phones will recognize our facial expressions in the future. يعني اخد الحتة دي اللي هو دي الوقتي. التلفونات بتعرف صوتنا وفي المستقبل التلفونات هتعرف تعبيرات وشنا او هتفهم تعبيرات وشنا. ناخد الجزء ده مع الجزء ده. ده تلخيص برا في كله. طيب. بقول لك زي ايه? مين اللي بيستخدم مواد معاة تصنعها عشان ينتج حاجات جديدة وتصميمات جديدة طبعا ده الدزاينر. طبعا تصميمات يبقى مصمم. it's important to be friendly with others because some jobs are working in a teams. لازم نكون ودودين مع الناس لان بعض الوظائف بتشمل او تتضمن على العمل مع ناس. we must a safety rules in the road. طبعا we must respect. لازم نحترم قواعد الامان واحنا عطري. Sara will have fun if she ate to the park with her friends. Sara. هتستمتع لو عملت ايه الحديقة مع اصحابها? طبعا if she. اه if. طبعا ما عندك ولوفعل في المستقر يبقى اف مضرعة بسيطة على طول مع هيوشي وقت بنحط الفعل ايه اس او ياس او ياس او ياس. يبقى if she goes. if we don't have enough time we a be able to go to cinema. طبعا اه we will not be able to go to سما. طبعا don't tell him ضرعة بسيط. يبقى ايه? ولو فعلة في المصدر. حالة اولى. would you like to a message for him? طبعا would you like to? طبعا to be rather فعلة في المصدر. ولو اللي بقى ايه? leave. طيب بعد كاتل الترتيب. can i? can i? can i speak? to adam? please? ممكن اكلم ادم لو شمحت. اللي بعده. هو ده. اه اه از. طبعا معناها بتقابل هنا. اصلا من افعال الحس بقدرك ما بيجيش مدرعة مستمر. الا لو معنى تاني. يعني ما نفعش اقول لك انا شايفك لا اي سي يو مدرعة بسيط. او مالا هنا معناه يقابل. بتقابل. دكتور مهتم. فالآن يعني بتكشف عندك انا شفى عنده دكتور سينيان يا. لبعده. طيبا ساعد بيحبه او بيحتاج ان هما يتكلمه عن مشاكله بعد كده سيد عايزك تكتب بارغارف About BMW. You need to be a doctor. بعض المهارات اللي انت محتاجها عشان تكون دكتور طبعا زي ما احنا قلنا you need to be good at science and math you need to work with computers or have computer skills you have to be good at dealing with people or communicating with people and also you need to be a good listener because sometimes patients need to talk about their problems بس يعني بعض الحاجات اللي احنا قلنا في الـ البراغراف ارجع ثاني البراغراف اللي هو بتاع الطب هتلاقي كل حاجة والبراغراف زي ما قالتلك لا みتحافظ ولا بيتنقل البراغراف بتحاول فيه لحد ما تتعلم البراغراف حرام electrical عليك تنقله او تحفظه احاول فيه مرة واثنين وثلاثة لحد ما تتعلم تكتاب البراغراف باراغراف اللي هقوله في كل فيديو وهفضل هقوله لحد مع ربي им يجبكون كلكم وتتعلمو تكتيبوا البرجة. وللأسف دور البرد لسه مأثر فمش قادر اتكلم اكتر من كده ومش قادر اسجل تاني النهاردة فمعليش ازغوني. هنكتفي بس بالفيديو ده النهاردة. وان شاء الله بكرة كده احاول لو ديني افكت معي شوية احاول اسجلكه تاني. بس والله النهاردة فعلا حلاص الحنجرة استوت يعني. فانت ازغوني واستعوداكم الله والسلام عليكم ورحمة الله يوبركاته.